اشتركوا في القناة يعني احنا بنتصف فيه اعضاء الهيئة 60% او 70% من مشاكل الهيئة الوطنية للصحافة انا ما بقولش اسرار لكن كانت من مؤسسة الدار الالال الان في طريقنا وفي سابلنا ونعاهد الهيئة الوطنية للصحافة ونعاهد المؤسسة الدار الالال بقيادة الباش مهندس الحمد في طوابط وعلى النهوض بها وعلى وضع ايدينا في ايدينا بعض كرأساء تحرير الاصدارات المصور والكواكل وحاولة الطبيبة المسامين انا بشكركم جدا وبشكر باش مهندس عقصار الشبابي على وغوله ودعمه لبوابة دار الالال احنا انا لما جيت بوابة دار الالال وانا لقوفي سرا لانتو كلكوا عارفين وانتو كلكوا ابناء بوابة دار الالال ما كانش فيها اقسام لفن ولا لعضة ولا كان فيها اقتصاب ولا كان فيها اي سوشيال ميديا موجودة انا قلت لباش مهندس انه هذه البوابة يعني لا قليق بمؤسسة دار الالال قال لي بالفعل ابدأ وريني خطة واعمل خطة اعملت الخطة وديك لباش مهندس اللي ننخذ عن فوق وهكت يعني اي ضرمجيات او شركات تقوم بالتطوير تبنى اكتر من عروض وكان يعني احسن عارض فيه عارض شركة اماكن لانا بشكرها على يعني بجد على هذا الجهد اللي عملته معنا انا بحييها ولازم نحييها كلنا كان الفكرة انه يكون عندنا بيت خبرة في المؤسسات الصحفية بيت خبرة يجل المؤسسات الصحفية وكان اختيار موقع من الباش مهندس بجانبنا يعني على انه الاهرام هي اللي تقوم بهذا التطوير وتصميم بوابة دار الاهلال واحنا زي ما تعرفين كانت سرفرات خارج مصر وكان بتحسن مشاهل جدير الان احنا سرفراتنا وتأميننا وكله في مؤسسة وطنية قومية زينا حكومية يعني احنا في امان معانا وهي مؤسسة المؤسسة اه اعتقد ان الهيئة البطنية للصحفية ولا اوفي عليكم سرا هي التي تدعم دار الاهلال بما تحتاجه وما زالت تدعم واحنا ان شاء الله انا بقول الكلام ده يعني ومش مبسوط قوي لان انا نفسي ان احنا كلنا اه اه كاصدارات اه سواء المصور او الكواكب او حوة او البوابة او الاهلال نقول لكم شهندس احنا الحمد لله وبجهدوكم منتو يا شباب حققنا ارباح تعالى لشهندس قول لنا انت في الهيئة المحتاج كان ده هيحصل في يوم من الاول لو احنا محققناهوش اعتقد ان انتو كديل ورا لا يمتحققوا لا يمتحققوا ان مؤسسة دار الاهلال تبقى موجودة تبقى قائمة تبقى كل الاصداراتها موجودة وقائمة بفضل هذا الجهد اللي عملينه ايضا الاهيئة الوطنية من تدريبكم لان تدريبكم اللي انتو خطوه كان بيه تخطيط وكان من ضمن يعني تدريب وخطة الاهيئة لتدريب الصحفيين الشباب ويكفي ان انا اقول لكم انتو عارفين ان معظمكم مش عبار نقابة وهن معينين لكن الاهيئة الوطنية لم تبخل على اي واحد داخل هذا القدران بها تدريب كلنا اتطرقنا عليها سواء قيادات سواء قيادات بوصلة سواء شباب كلنا اتطرقنا على الهيئة على التدريب الصحفي على الالكترينيات على السوشيال ميديا انا بشكر الهيئة الوطنية للصحافة بشكر بش مهندس عب السادة بشكر بش مهندس احمد عمر اشتركوا في القناة